إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرج تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن هذا القرآن يهدي والهداية من جميل معانيها أنها هي الدلالة والإرشاد على ما يوصل إلى ما يبتغيه العبد لكن بطريقة لطيفة الهداية هي الإرشاد والدلالة بلطف وحنو إلى ما يمكن أن يتوصل به العبد إلى مبتغاه إلى أهدافه إلى بلغ غاياته يهدي للتي هي أقوام طبعا للتي هي أقوام ليس للتي هي قيمة أي كل ما يمكن أن تتصوره من الأمور الإيجابية القرآن الكريم يدلك ويرشدك بلطف إلى ما يوصلك إلى أفضل شيء فيما أنت تريده للتي هي أقوام هذا وصف لكن الموصوف محذوف وهذا أبلغ في التعبير وأعم وأشمل للتي هي أقوام في ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام في النية والعقيدة فيظهر لك الطريقة لتصل بها إلى هذه العقيدة النقية الصافية الرقراقة التي تزيل عنك أوهام الخرافة وتنتشلك من أوحال الماديات وتخرجك من ظلمات الجهل والتيه بل تدفع عنك هي عقيدة صافية نقية تدفع عنك يعني غابش الحيرة الذي يمكن أن يتخبط فيه العبد إذا ما كان معتقده مشوبا بما لا يرضاه الحق سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوام خروجا بتلك العقيدة نورا على الأبدان من حيث الأعمال فهو يهدي للتي هي أقوام في هذه العلاقة المتزنة العلاقة المتناسقة العلاقة المتناغمة بين ما يعتقده العبد في باطنه وبين ما يتحرك به في سلوكه وفي معاملاته بين الناس يعتقد جازما ما يجب أن يعتقده في الله عز وجل ويتحرك في سلوكه ومعاملاته وهو يستحضر هذا المعنى العقدي العظيم فإذا تصرف بمقتضى هذه العقيدة الصافية عادت هذه السلوكيات على تلك العقيدة بالزيادة والثبات يهدي للتي هي أقوام في علاقة هذا العبد بمحيطه من الناس وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أنه في علاقتنا علينا أن نكون محسنين في القول محسنين في النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضون من أبصارهم يدلك على عدم إذاء الناس وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحمير تبين لك هذه الدلالات وهذه الإشارات ترشدك لما هو أقوام في سلوكياتك مع الجيران في سلوكياتك مع الأباء في سلوكياتك مع الأبناء في سلوكياتك مع الزوج في سلوكياتك مع محيطك العام في سلوكياتك مع أهل أمتك على وجه العموم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهل والحمى يهدي للتي هي أقوى في معاملاتك اليومية من بيع وشراء مال عقار وظيفة عمل تجارة سواء كان كنت صاحبة مقاولة كنت موظفا تعمل في مؤسسة الدولة تعمل في القطاع الحر تعمل في وظيفة لبرالية كل هذه الأمور القرآن الكريم يهديك فيها للتي هي أقوى بل يهدي للتي هي أقوى حتى على المستوى المالي العام ما يسمى بالماكرو اقتصادي يعني على مستوى المعاملات المالية الكبرى ابتداء من تحريم الربا إلى الحث على القرض الحسن إلى المعاملات الطيبة إلى التوسيع على الفقراء والمساكين إلى ما يوالي ذلك من التجاوز عن المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة بل إلى مقام الإحسان في المعاملات المالية كما في قوله تعالى وَأَنْ تَصْدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يهدي للتي هي أقوى على مستوى أنظمة الحكم يبين كيف يجب أن يكون الحاكم في علاقته برعيته وكيف يجب على الرعية أن تؤدي واجب الحاكم عليها من حيث النصح من حيث القيام بالواجبات على أكمل واجه يهدي للتي هي أقوى في علاقة الإنسان وهذا هو الأهم والأكمل في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى كيف يتعامل العبد مع ربه في حالة السراء كيف يتعامل العبد مع ربه في حالة الضراء كيف يتعامل العبد مع ربه في حالة الذنوب كيف يتعامل العبد مع ربه في حالة الطاعة عموما كيف يتعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى في سائر أحواله وأحيانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حتى إذا اتبع المسلم الطريق الأقوم التي دله عليها القرآن الكريم القرآن الكريم جاءت البشارة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات هذه الصالحات هي الطريقة الأقوم التي دله عليها القرآن الكريم فالقرآن يهدي للتي هي أقوى فمن اتبع التي هي أقوى أعطاه القرآن الكريم أمر آخر وهو البشارة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا